منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية كتاب من تأليف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية الفصل الرابع النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا لقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم القدوة لأمته وللإنسانية جمعاء حيث يقول الحق سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقد كان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله حيث يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم فعن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقل يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم ولنأخذ بعض النماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة منها ما كان منه صلى الله عليه وسلم عندما قام أعرابي فبال في المسجد وهم به بعض الحاضرين فقال لهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذلي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال أذنه فدنى منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لخالتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأوصارهم فقلت واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم قال قد غفر لك وفي رواية قال فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا فقال فهل تجد إطعم ستين مسكينة؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال أين السائل؟ فقال أنا قال خذها فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه ثم قال أطعمه أهلك ولما سلط عليه أهل الطائف عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة ولجأ إلى ربه سبحانه وتعالى يدعوه ويضرع إليه فأرسل سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال يقول له يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وهنا يقول جبريل عليه السلام صدق من سماك الرؤوف الرحيم ولما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا قال يا أهل مكة ما ترون أني صانع بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وذلك حيث يقول الحق سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك ويقول سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وعندما وجد في نفوس بعض الأنصار شيئا أن فضل عليهم في العطاء بعض حديث الإسلام جمعهم صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا الله ورسوله أمن وأفضل ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ولولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها الأنصار شعار والناس دثار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا فليتنا نتأسى ونختدي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا وفي دعوتنا إلى الله عز وجل